السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذه الحصة التي سنشتغل فيها على الدرس الثاني من مدخل الاستجابة إذن في حصة سابقة اشتغلنا على الدرس الأول من هذا المدخل درس الزواج الأحكام والمقاصد وفي هذه الحصة سنشتغل دائما على فقه الأسرة ولكن مع الطلاق الأحكام والمقاصد إذن بداية ما المقصود بالطلاق؟ إذن في تحديد هذا المفهوم مفهوم الطلاق فهو مأخوذ من الإطلاق أطلق الشيء أو أطلق الإنسان أي تركه وحرره وأرسله بعدما كان ممسكا به إذن الطلاق في اللغة فهو مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك بعد الإمساك إذن هذا في اللغة أما الطلاق في الشرع أو في الإصطلاح أو في القانون فهو حل عقدة الزواج أي إزالة عصمة الزوجية بلفظ صريح أو بصريح لفظ أو كناية ظاهرة معانية معنى هذا الكلام الطلاق هو إنهاء العلاقة الزوجية إنهاء العلاقة الزوجية وحل عقدتها أي إزالة عصمة الزوجية وهذا يكون بصريح لفظ بلفظ صريح اذهبي أنت طالق أو كناية ظاهرة معانية مع وجود نية الطلاق وقد عرفته مدونة الأسرة في المادة الثامنة والسبعون بما يلي عرفت الطلاق بأنه هو حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة إذن كل منهما له الحق في ممارسة الطلاق كل بحسب شروطه بشروط معينة تحت مراقبة القضاء وهذا طبعا يتم عن طريق اللجوء إلى قضاء الأسرة إذن هذا تعريف الطلاق الآن سنمر لتحديد أنواع الطلاق والشروط التي يجب أن تتوفر في كل نوع إذن نوع الطلاق لدينا طلاق سني طلاق سني أي يوافق وينسجم مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية أو السنة النبوية الشريفة ومن بين الشروط التي تتوفر في الطلاق السني فهو أن يقع في طهر لم يجامعها فيه إذن من يطلق زوجته ينبغي أن تكون طاهر وليست حائد ثم أن لا يتكرر في العدة إذن لا ينبغي أن يطلق الزوج زوجته عدة مرات وهي في فترة العدة لغا أن تعرفوا على المدة ديالها في كل حالة من الحالات أن يكون بطلقة واحدة إذن الطلاق يكون بطلقة واحدة ولا يتكرر ثم أن يشهد عليه عدلان إذن حتى هذا الطلاق ينبغي أن يشهد عليه عدلان أو أن يكتبه عدلان إذن هذا طلاق سني يعني كي يوافق السنة النبوية الشريفة وكي ينطلق نوع الثاني طلاق بيدعي طلاق بيدعي بمعنى غير سني بيدعي أي غير سني أي ما خالف السنة النبوية الشريفة ما خالف السنة النبوية الشريفة أي لا يتوفر فيه شرط أو أكثر من هذه الشروط بمعنى هو مختلف فيه شرط من شروط الطلاق السني هذا الشروط اللي كنشوفوه هنا أي طلاق اختلف فيه شرط من هذا الشروط الأربعة فهو يعتبر طلاقا بدعيا غير السني لأنه يخالف شرطا من شروطها وهذا الطلاق هذا سواء السني أو البدعي تنقل هذا النوع يحدد حسب إيقاعه إيقاع هذا الطلاق ثم نوع آخر للطلاق أو أنواع أخرى هي حسب ما يترتب عنه وهناك طلاق رجعي إذن الطلاق الرجعي فهو تسمى رجعي لأنه يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته داخل العدة إذن داخل ذلك المرحلة أو للفترة العدة التي هي ثلاثة أشهر أو ثلاثة قرؤ فالفترة هذه يحق للزوج أن يراجع زوجته ويرجعها إلى بيت الزوجية دون حاجة إلى إذن وليها بلا ما يأخذ الإذن ديال الولي ولا الأب ديالها ولا حاجة إلى عقد جديد وبلا ما يكتبوا عقد نكاح جديد لذلك سمي طلاق رجعي ومن شروطه تتم لهذا الشيء أو شرح لهذا الشيء هو إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين إذن يكون فقط بشهادة عدلين بحال هنا طلاق كان بشهادة عدلين حتى الرجوع يكون بشهادة عدلين يقومان بإخبار القاضي فورا هذا العدلين يخبران القاضي وهذا حسب مدونة الأصرة في المدة 124 إذن هذا الطلاق الرجعي ثم كان طلاق بائن هذا الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين طلاق بائن بينون صغرى وهو الذي ينهي عقدة زوجية حالا هذا الطلاق ينهي عقدة زوجية حالا ولا يمنع من تجديد عقد الزواج ومن شروطه انقضاء عدة الطلاق الرجعي ثم أيضا الطلاق قبل البناء أي قبل الدخول وهناك طلاق بائن بينون كبرى وهو الطلاق المكمل للثلاث طلاق الثلاث هذا يمنع من تجديد العقد إذن لبينون الصغرى لا يمنع من تجديد عقد الزواج ولكن هذا يمنع من تجديد عقد الزواج مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من آخر بنابها فعلا إذن هنا المعنى لهذا الكلام أن طلاق البائن بينون كبرى فهو ما يمكنش للزوج يرجع الزوجة دياله إلى تسالة العدة ديالها إلا إلى تزوجة برجل آخر ويكون زواج بنية الدوام ويحدث الطلاق وتنتهي عدتها مع زوجها الآخر عاد ممكن يرجحها مع تجديد العقد ومن شروطه قلنا عقد الزواج أو عفوا شروط عقد الزواج التي سبق ذكرها في درس الزواج إذن بحالك يعود يتزوج من جديد خصو المهر والوالي أو عفوا المهر والمحل والإجاب والقابول وشهادة العدلين إلى غير ذلك نمر للمحور الموالي يتعلق بتعريف العدة وحكمها إذن العدة ما المقصود بها إذن العدة هي تلك المدة الزمنية التي تتريث فيها المرأة عن الزواج بعد صدور الطلاق للتأكد الشرعي من براءة الرحم ورعاية لحق الزواج إذن العدة هي تلك الفترة أو المدة الزمنية للمرأة لا تتزوج فيها بل تتريث إلى غاية انقضاء هذه المدة من بعد الطلاق لماذا بش تتأكد من براءة الرحم تتأكد أنها ما حملاش وكذلك رعاية لحق الزوج وحكمها حكم العدة واش واجبة مستحبة منذوبة مباحة إلى غير ذلك العدة حكمها واجبة واجبة لا يمكن إسقاطها تبتدئ من تاريخ الطلاق إذن كتبدا من تاريخ الطلاق وتختلف باختلاف حالة المرأة المطلقة كيف ما غنشوفه في حد الجدولها هو عندنا غنشوفه المدة اللي كتغلسها كل مرة اللي كتكون هي مدة العدة المناسبة لها لماذا شرعت هذه العدة إذن الحكمة من مشروعيتها فمن بين الحكم من تشريعها هناك الحفاظ على الأنساب من الاختلاط معنى هاد الكلام أن المرأة منينك تطلق ممكن هاش مباشرة تمشي تزوج حيث ممكن تكون حامل ولكن تحامل واش داك الابر اللي غادي يتولد واش غا نسبوه للزوج اللي طلقها أو لهاد الزوج الجديد اللي تزوجت به إذن هنا غا يختلطو لنا الأنساب ما نعرفوش لمن نسبوه ولهذا تطريت إلى غاية انقضاء ذيك الفترة والتأكد من عدم حملها وعاد ممكن تزوج باش ميختلطوش الأنساب والله تعالى قال ولا يحل لهن أن يكتمنا ما خلق الله في أرحامهن إذن مخصناش يكتموا الله تعالى يلكن خلقش حاجة في الأرحام ديالهم وكانوا حاملين ثم أيضا العدافة الحكمة من مشروعيتها فهي إمكانية تراجع الزوجين عن الخطأ الذي وقع فيه وبكيفية أكثر تعقلا ومحبة قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها إذن هنا الحكمة أيضا فإمكانية تراجع الزوجين على هذا الطلاق ويعاودوا يصلحوا الأخطاء ديالهم ويكملوا العلاقة الزوجية من جديد باستحضار العقل والمحبة والمودة إلى غير ذلك الآن سنرى في هذا الجدول مدة العدة حسب كل مطلقة إذن نوع العدة حسب حال المطلقة إذن المرأة التي تحيد المرأة التي يجيها الحيد فالمدة العدة ديالها فهي ثلاثة قرؤ شنو المعنى ديالها ثلاثة قرؤ القرؤ هو الحيد أو الطهر إذن تحيد وتطهر تحيد وتطهر ثم تحيد وتطهر فتنتهي فترة عدتها الله تعالى قال والمطلقات يتربسن بأنفسهن ثلاثة قرؤ إذن هذا هو وهذه عدة المرأة التي تحيد هذه اللي تيجيها الحيد أما المرأة التي لا تحيد سواء كانت مزال صغيرة في السن أو كبيرة فمدة عدتها هي ثلاثة أشهر قمارية إذن تحسب ثلاثة ديال الأشهر من الأشهر القمارية والدليل من القرآن الكريم فهو قول الله تعالى واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إني تبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحيض ثم عدت المرأة الحامل المرأة الحامل فالعدة ديالها فقشكة تنتهي حتى توضع الحمل ديالها حتى تولد سواء كانت لمدة أكثر من ثلاثة أشهر أو أقل إذن غير تولد تنتهي فترة العدة ديالها ولو تكون غير شهر أو شهرين أو ثلاثة أو ستة أو ثمانية إلى غير ذلك والدليل من القرآن الكريم وأولاة لحمال أجلهن أن يضعن حملهن ثم أخيرا عندنا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إذن المرأة التي توفى الزوج ديالها ففترة العدة ديالها هي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام أربعة أشهر وعشر أيام والدليل من القرآن الكريم قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربسن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ننتقل للمحور الخامس الحكمة من الطلاق ومقاصده لماذا شرع الله تعالى الطلاق إذن الإسلام يكره الطلاق وينفر منه كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق إذن الله تعالى يعتبر الطلاق أبغض الحلال إذن هو حلال ولكنه بغيض لكن قد يكون الطلاق حلا لا بد منه ولا مفر منه ولذلك أحله الله تعالى ومن مقاصده وحكمه على شرع الله تعالى الطلاق تلاف الأضرار الناجمة عن زواج فاشل يكون لبقائه واستمراره عكاسات سلبية على الأسرة والمجتمع إذن لك أن واحد الزواج فاشل فيه غير المشاكل وعنده تأثيرات كبيرة على الأسرة وعلى المجتمع وعلى الأبناء فمن الأفضل الطلاق والطلاق يكون هو الحل تلافي وتفاديه الأضرار ثم اتسام الإسلام بالواقعية حيال الطوارئ فقد يصاب أحد الزوجين بمرض عضال أو يكون سيء الخلق أو يكون أحدهما غير عفيف أو لا يقوم بحقوق الآخر إلى غير ذلك فيأتي الطلاق لإزالة الضرر الواقع الضرر يزال شرعا كما في القاعدة الشرعية إذن أيضا فالإسلام هو دين واقعي فإذا رأى أن في الزواج ما فيه ضرر لأحد الزوجين سواء نتيجة سوء الأخلاق أو غياب العفة أو ظلم الآخر وعدم القيام بحقوقه فمن الأفضل أن يكون الطلاق هو الحل أيضا أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والشقاق وتنغصت المعايش فيكون الفراق أفضل إذن هناك من طبعه لا يتحمل بعض الطباع وبعض السلوكات وكلما اجتهد في الجمع بينها فيزيد الشر والشقاق ويكون الفراق هو الحل الأفضل نمر للآثار الاجتماعية للطلاق إذن الطلاق تكون له طبعا آثار جماعية وتربوية على المطلقة إذن آثاره على المطلقة فمن بين هذا الآثار هناك العوز المالي إذن ما تلقاش لهذا المرأة المطلقة ما تصرف أو ما تقضي به حاجياتها أو أغراضها إلى غير ذلك بالإضافة إلى الفقر الذي يصيبها خاصة إذا لم يكن لها مورد رزق مستقل أو عائل آخر إذن الزوجة منك التلقرة تتبقى على الله من حيث المصروف وباشتعيش إلى غير ذلك ثم أيضا من الآثار على المطلقة الشعور بالخوف والقلق من المستقبل وتراكم الهموم والأمراض النفسية إذن قد يصاب أو قد تصاب بالاكتئاب واليأس وفقدان التقى إلى غير ذلك أيضا تضاؤل الآمال في الزواج مرة أخرى نظرا للاعتبارات الاجتماعية والتقاليد المترصخة إذن تضاؤل أي تقل فرصها في الزواج مرة أخرى لأن الكثيرين ما يقبلوش أنهم تزوجوا بمرأة مطلقة ثم تصبح عرضة لأطماع الناس وللاتهام بالانحرافات الأخلاقية إذن تتهم في شرفها وفي عفتها وكرامها وأيضا هناك الكثير من الجهلاء من يطمعون فيها أو في الإيقاع بها أما على المطلق فآثاره على المطلق وهناك كثرة التبعات المالية السابقة واللاحقة إذن هذا الشخص المطلق فكي يكون أنه مطالب باش يؤدي مبلغ كبير للمتعدية المطلقة قد يقدر بالملايين وأيضا تبعات مالية لاحقة تخص النفقة وباقي المصاريف إلى كانوا أبناء إلى غير ذلك ثم التعرض للإصابة بالأمراض النفسية وسيطرة الأوهام السيئة أعلى تفكيره إذن حتى الزوج أو المطلق فهو يصاب بكثير من الأمراض النفسية الكتئاب الحزن اليأس فقدان التقار فقدان الأمل الخوف من الزواج مرة أخرى إلى غير ذلك وهذا أيضا يؤدي إلى التأثر السلبي لتوازنه النفسي والجماعي وغياب الاستقرار إلى غير ذلك بالإضافة إلى الآثار على الأولاد إذن الزواج أو الطلق اللي كيكون فيه أولاد فكتكون آثار سلبية على هد الأبناء من بينها الحرمان العاطفي ونقص حنان أحد الأبوين مما قد يؤدي إلى انحرافهم إذن طيف الأولى الإبن كيعيش محروم من الحنان العاطفي ديال الأب أو الأم وهذا الشيء ممكن يؤدي به الانحراف والعنف وما إلى ذلك ثم أيضا المعانات معاناتهم من صدمة تفكك الأسرة ومخاصمات الأبوين والتي تؤدي إلى تشردهم تقدر تؤدي حتى لتشرد هذه الأبناء والوقوع ديالهم في أيدي المجرمين وارتماء ديالهم في أحضان المخدرات والعادات السيئة والصارقة والإجرام والانحراف وما إلى ذلك ثم أيضا الطلاق يؤثر حتى على الصحة ديال الأولاد النفسية والجسدية والعقلية وما إلى ذلك الشيء اللي يجعل الشخصية ديالهم تكون شخصية ضعيفة والقدرات البدنية والعقلية أيضا تكون ضعيفة ويكون أيضا هالشيء عنده تأتي رسيل بيعلى لمصارد دراسي ديال هد الأبناء إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس شكرا لكم على حسني المتابعة شكرا لكم على المتابعة